اشتركوا في القناة وبعد كده اتخص في صناعة المحتوى الخاص بالسيارات وبيعمل فيديوز بتقدم معلومات ونصايح بتساعدك تفهم عربيتك اكتر وتحافز عليها ازاي وتختار ازاي كمان العربية المناسبة لك منورنا في الستوديو باسم البحكيري ازايك يا باسم ازايك رهيوم اخبارك ايه الحمد لله كله تمام كله مام اول حاجة عايزة عرفها منك الكرير شفت اللي حصل من مهندس مدني لصانع محتوى عن السيارات على السوشيال ميدي بصي احنا لو هنبدأ الحدوتة من الاول انا مهندس مدني خارج هندسة المنصورة دفعة 2014 مدني بتأخر صناعته تشطباته حاجات زي كده دخلت الجيش كان ليه الشرف طبعا ان انا اساهم في مشروع طريق جبل الجلالة المشروع العملاق القوات المسلحة نفزته بالضبط بعد ما خلصت الجيش اشتغلت في شركة مقاولات لمدة اربع سنين نفست فيها معاهد كل ده مهندس مدني يعني ماليش علاقة بالعربيات خالص نفست في خلال الاربع سنين دي معاهد ومستشفيات ومطاعم ومشروعات متعددة بعد الاربع سنين بقى قررت ان انا هعمل عايز اقولك في الاول انا مكنتش عارف يعني انا هشتغل ايه في العربيات بس يعني انا كنت حسس ان انا ممكن اقدم في المجال ده حاجة مميزة وان انا اوصل فيه لحاجة كويسة اخدت قرار الكريشفت فكرت في الاول طب انا ممكن اشتغل ايه في العربيات قلت طب مهندس افتح مركز في انا واتعلم عربيات كويس وابقى راجل بقى مهندس خطير بقى بيفهم في العربيات ويسلح عربيات وكده طبعا الموضوع ما كانش سهل خالص عدت سنتين كل ما انا بعمله انا بتعلم عربيات بس اخدت كورسات بس انت كنت حبب الموضوع ده من الاول انا حبيت الموضوع اول ما دخلت فيه قبل ما اعمل الكريشفت انا كان عادي كنت الحمدلله مميز جدا في شغلي وكنت شاطر في شغلي بعد الكريشفت اكتشافت Isaiah الحمدلله انا احبه اكتر وقدر ان انا تميز فيه اكتر وقدر ان انا عمل فيه حاجه كويس فزي ما قلت لك قررت انا كل ما انا هعمله انا هتعلم العربيات انا مش عارف انا هاوصل ايه هواعمل ايه ويعطي انا هتعلم العربيات وهتعلمها كويس ويعني بيبقى فيه مشكلة كده في دماغ أي مهندس إنه هو لما بيدخل في أي حاجة لازم يتعلم تفاصيلها ولازم يتعلم هي دي بتشتغل إزاي وبتشتغل ليه وتفاصيل رخمة كده شوية ده ميكانيكا بقى اه 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 بالزبط أني أسهل ولا أني أصعب هي مفيش أسهل وأصعب فيه انت شايف نفسك فين أو انت شايف أن انت ممكن تتميز فين كل المجالات يعني 100 يعني فقعدت سنتين زي ما بقولك كل اللي أنا بعمله إن أنا باخد كورسات بنزل تدريب في توكلات عربيات في مراكز سيونة عايز أقولك نزلت تدريب في ورش ميكانيكا اتكحرت سنتين كل اللي أنا بعمله إن أنا بتعلم عربيات بس فوسيب شغلك القديم خالص سنتين كاملين من غير أي إنكم أو مصدر دخل خالص فطبعا لولا دعم والدي والدتي وقفهم جنبي ولولا استحمل مراتي طبعا للشألة بالي أنا عايز أقولك إحنا نشنطة الهدوم كتجنب الباب في تدريب هنا يلا هنا في كورسي هنا يلا هنا فطبعا كان الموضوع صعب في خلال ما أنا بتعلم بقى عربيات طول السنتين دول جات في دماغي بقى فكرة طب أنا ليه أنا كل يوم بتعلم معلومة جديدة في العربية طب أنا ليه ما شاركش بقى المعلومة دي مع الناس ممكن أنا عمل فيديوهات أشرح فيها اللي أنا بتعلمه ده للناس جات فكرة أول فيديو نزلت وقفت في الشارع صورت الفيديو رفعت وفوقت بقى برد فعل صحابي وأهلي وقريبي وكده لا ده ممتاز كمل ودوس في الحقيقة ما معرفشوا ما كانوا بيجملوني ولا هو كان حقيقي كويس بس كملت والحمد لله النتيجة كانت كويسة وبجانب بعد السنتين دول فتحت شركة كده غير سيارات ودلوقتي صناعات المحتوى جنب الشركة بتاعتي طيب أنت تفتكر أول فيديو نزلته كان إيه؟ فاكرة ده أنا حافظه صاب وصي هو أول فيديو نزلته كان اسمه مهمة ولا كماليات كانت فكرة الفيديو ده فيه أنظمة أمان في الفرامل بتاعت العربية زي الـ ABS والـ ABD والـ ESB زي ما أنت برأتي كده هي أسماء والـ ABC من الجديد يعني أنا بس أنت قلت كل الحروف هي أسماء صعبة ولما حد بيجي يشتري العربية ما بيبقاش فاهم الاختصارات دي بتاعت ايه أو ايه فايدتها أو هل هي مهمة ولا مش مهمة فأنا قلت أنه عامل فيديو هبصت المعلومة دي خلص لأي حد رايح يشتري العربية يفهم يعني إيه ABS ويعني إيه من خلال دراست اللي أنا درستها فأمت جاي بورقة وقلم وكتبت اللي أنا عايز أقوله في الورقة دي ما عرفش اللي اسمه سكريبت ساعت فأنا قمت كاتب الكلمتين في الورقة وقمت أخذ الموبايل بتاعي واشتريت رايبوت بتسعين جنيه من عند واحدة طاعة موبايلات كده وقفت في الشارع وقمت عامل الفيديو فطبعا بعد الفيديو أنا بقولك فجئة طبعا من رد فيها للناس اللي هو لا دوس وكمل انت الحمد لله فيه قبول وما ينفعش ضعفة عندي كده أول فيديو عملته كان بس صحابك اللي تفرجوا أهلك وكده ولا لقيت ناس تانية طبعا بعد أول فيديو عمله كان حدش يتفرج عليك صحابي طبعا وقرايبي والكلام ده بعد كده واحدة واحدة الحمد لله بقى ابتدت شوية شوية الناس تعرفني وإنه بقى حد قبلك ما تعرفهوش اللي أسلم عليك وكده طبعا يعني الشعور لا يوصف دفعا علينا نرح لشوف فيديو ليك ونرجع تانية إلا الهايحصل لو بطارية عربيتك نامت وجدت أخض وصله من بطارية عربية تانية واعكاس السلكعين دور لو بطارية عربيتك كل Mans right كنا التي ستقص له أن تأخذ البطارية اللي ستأخذا منها بطارية عربيتك وهتوسل الطرف المجب بالطرف المجب والطرف السالب بالطرف السالب وادورها العربيتي هتلاقي دارت على طول لو عكاس توصلت ووصلت الموجب بالسالب كده أنت عملت أفلة في الداية وهيحصل حجم الاتنين ياما كنترول عربيتك هيتحرق ياما لو ربنا بيحبك الفيوز الأمومي هيدرق وطبعا في الحالتين انت كده بدل ما كحالها عامتها خالص باسم يعني أنا عن نفسي ضاعة في الميكانيكا بتاعت العربية وعارفا يمكن في بنات كتير ممكن يكونوش متفاهمين قوية أكتر من ان احنا بنسوق ايه النصيحة الاولانية اللي دايما تديها لأي بنت قبل ما تسوق النصيحة الاولانية بصي انا عامل فيديو أصلا يعني انا عشان اللي انت قلتي دا كله انا اثناء فترة تدريبي في الصيانة ومراكز الخدمة والتوكيلات وهكذا كانت بتجيلنا حاجات كتير اعطال كبيرة جدا سببها ان الراكب العربي ما معرفش معلومة صغيرة جدا يعني فيه لمبة نوارد عنده في التابلوغ هو ما معرفش اللمبة بتاعت ايه فتطلع بتاعت الحرارة العربية تولا فيه لمبة ان ما فيش مية فيه كده فانا عملت فيديو اسمه فيديو عربيات للبنات فقط الفيديو دا انا عملت فيه سبع نصايح كده ما ينفعش حد يبقى بيسوق عربية ما يعرفهمش دا بس معلش هو فيه اولاد برضو مش عارفة لا هو بصي هتبقاش عنصورك لا 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 هي مش عنصورية مش عنصورية والله بس هو دايما مشاكل الولاد في العربيات بتبقى اكبر من كده بكتير يعني الجنط الاول مش عارف ايه واسه وانا عايز بقى اركب مكنة هورس باور اعلى يعني مشاكل الاولاد في العربيات دايما بتبقى معقدة اكبر من كده اعطالهم طبعا بتبقى اكتر من كده بكتير يعني بس يعني دايما يعني انا مرتب يتسوق ويعايز اقول لك ما تعرفش الزيت بتاع عربية بتغير امت اصلا فعملت الفيديو دا وعايز اقول لك كان يعني الحمدلله عمل شغل كويس جدا طيب ايه النصيحة اللي تدينها للحد غير راح يشتري عربية مفروض نبص على ايه بصي انا لو هنصح اللي راح يشتري عربية نصيحة واحدة بس زي ما انت بتشوف الاوبشنز بتاعت العربية وزي ما انت بتشوف الكماليات بتاعت العربية وزي ما انت بتشوف الاداء بتاع الموتور بتاع العربية مهم جدا ان انت تشوف الامان اللي موجود في العربية دي ايه انظمة الامان اللي موجودة طبعا احنا الوقتي بنشهة التطور رهيب جدا حاصل في شبكة الطرق بعض الناس بيستخدم الطرق دي يعني بيسيء استخدام الطرق دي سواء بسرعة كبيرة او سواء متهورة او هكذا فللأسف أن الحوادث بقت أخطر بكتير جداً من الأول فأنظمة الأمان ما بقتش رفاهية يعني كان زمان الأول الناس بتكلم عن أنظمة الأمان إن دي حاجة رفاهية في العربية دلوقتي أنظمة الأمان أنا وجهة نظري وإنت بتشتري عربية أنظمة الأمان أهم بكتير جداً من أي حاجة تانية أنت بتدور عليها في العربية طيب خلينا نروح نشوف كمان فيديو ديك ونرجع تلك يالله بينا تلات حاجات أقع تعملهم لو سيق عربيتك في الشبور رقم واحد أقع تفتح النور العالي ليه بقى؟ لأنك لما بتفتح النور العالي النور بيخبط في كتيرات الماء الصغيرة اللي بتتكون منها الشبور وبينعكس في وشك تاني ده بيخلي الرؤية قدامك بتبقى شبه من عدم طيب نعمل إيه؟ المفروض ساعتها أن أنت بتنور نور الشبورة الأمامي أو الفوج لايت اللي بيكون مصمم أنه ينور لك الطريق من تحت من غير ما النور ده ينعكس في وشك تاني ويحجب عنك الرؤية رقم اثنين ما تشغلش أدواء الانتظار أو الطوارق طول ما أنت ماشي في الشبورة عمال على بطال وده على عكس اللي أغلب الناس بتعمل وده لأنه بان من اسمها أن احنا بنشغل الأدواء دي في حالة الطوارق بس لما بيظهر قدامك حاجة فجأة فتحب تنبه اللي وراك أن انت زهر قدامك حاجة بحيث أنه يقلل سوعته فلما أنت تفضل المشغلة عمال على بطال في الشبورة ويظهر قدامك حاجة فجأة في الطريق هنشغل إيه بقى هنشغل إيه رقم ثلاثة أوقع توقف عربيتك في أي حرة من حرات الطريق الرئاسية وده ليه لأن انت متعرفش اللي جاي وراك جاي سرعته عاملة إيه بصي عايز أقولك الفيديو ده كان من أهم الفيديوهات اللي أنا عملتها وكان من أكتر الفيديوهات اللي اتشتمت فيه التعليقات ليه كده بس بصي هو الفكرة كلها أنه لما حد بيجي قلنا معلومة مختلفة عن اللي احنا بنعمله في العادة الموضوع بيبقى مختلف ودايما بنهاجم قبل ما نعرف المعلومة صحة أو أولا يعني للأسف إحنا بقينا بنشوف الشبورة بتبقى قوية جدا دايريكت حوادث ضخمة جدا بتحصل بسبب موضوع الشبورة فأنا كان فيه أسبوع كده مرة علينا كانت الشبورة قوية جدا وحد سوي اثنين وثلاثة واربعة واربعة في قررت أن أنا عمل الفيديو ده ثلاث نصيح تاخد بالك منهم في الشبورة فالنصيحة التانية كانت أنت ما تشغلش الضغل بتاع الانتظارو وانت ماشي في الشبورةر لأن Schweiz عندنا كده حاجة معينة في دماغنا اนะ إحنا دايريكت بالشبورة تنزل Richmond عز اثنين مشغل الضرار بتاع اللنتزارو فهو الضرار بتاع الاستسازو انت مفروض بتشغله لما بيبقى فيه حاجة طريقة قدامك أي نعم اص بس لو أنت لوقتي تمشي بالشبورة ومشغل الضرار بتاع الانتظار وهي حاجة كامله جدا فكت بعمل جدا وانا كنت معاملة في الاول. انما انت الوقتي لو ماشي بعربيتك ومشغلها الضوء بتاع الانتظار. وظهر قدامك حاجة فجأة ان انت لازم توقفي. هتعرفي زي اللي وراكي ان احنا خد بالك احنا بقى هنقف. فهو مفروض ان انت بتمشي بسرعة وليلة. كده الاتنين زي بعض. فمفروض ان احنا في الشبورة ما بنشغلش الضوء بتاع الانتظار ده. احنا بنشغل فوجلايتس الامامية والخلفية. لو في فوجلايتس خلفية في العربية. وبنخلي دقل الانتظار ده ان هو احنا خلاص الناس يبتدى التقاف قدامنا. فخد بالك يا اللي ورايا احنا هنقف. فيه منحنة في الطريق فجأة. فيه اي حاجة حصلت فجأة فبنبه اللي ورايا. فعايز اقولك الناس بقى دخلت في الكومنتات ايه ده انت بتفهمش حاجة. ازاي نقفل الانتظار ومش عارف ايه. طب وزي معلومة انت اجبتها من فين اصلا؟ المعلومة دي من نصايح الكيادة في القانون المرور الاماراتي. هم كاتبين المعلومة دي ويعني اي حد متخصف العربية هتسأليه هيوافقك على الموضوع ده لانه مش يعني باللوجيك حتى كده. طيب ايه الحاجة اللي احنا بنعملها اللي بتأثر عمر العربية. الغلطة اللي احنا دايماً بنعملها يعني. بصي الغلطة اللي تعمليها تأثر عمر العربية. والغلطة اللي تعمليها تحطك في مواقف مش لزيزة خالص. ان انتي تهملي الصيانة الدورية. تمام. هما الجماعة اللي صنعوا العربيات كل قطعة في العربية لها عمر افتراضي معين. معروف ان الفلتر ده بيتغير عند مثلاً 30 ألف كيلو. الفلتر ده بيتغير عند 50 ألف كيلو. دي بتتغير عند كذا. ده انا عارف المعلومة دي. الزيت بيتغير بالزبط. يعني اكيد كل الناس. لا لا طبعا في ناس بتهمل المواضيع دي جدا. يعني في واحدة ما كانتش تعرف ان الزيت العربية بتاعتها بتتغير. وفضلت احد الموطور بواز. الموطور اتحرق اصلاً عشان هي ما تعرفش ان الزيت بيتغير. لما عملت الفيديو بتاع فلتر بنزين ده. اكتر كومنتس جات لي. هو بيتغير كل قدية. فهو الناس هي مش عارفة ده بيتغير كل قدية. سير صغير في العربية. انت هتتغيره مش هيكلفك اي حاجة خالص. ده لو تقطع ممكن يكلفك ان المكان بتاعت العربية بتبوز وتتكلف مبالغ كبير. فطول ما انت محافظ على الصيانة الدورية بتاعت عربيتك تبقى فل شمع النهار. طب يا باسم والناس ساعد بتفكر ان هو ايه مثلاً انا مش عايزة اودي الصيانة عشان طبعاً مركز الصيانة بتبقى غالية. فبيقولك مثلا ايه اعملها في البنزينة وغير انا الزيت وغير الماء او مركز خدمة او حاجة من الحاجة دي. تفتكر ده برضو اوكي ولا ده كده برضو بيبوز العربية على اللونج ترن. لا بصي هو اكتر حاجة ممكن تضيع العربية ان انت توديها لحد مش متخصص في البرند ده. يعني البنزينة ما ينفعش نغير فيها زيت من الاخر. مش البنزينة ما هو البنزينة دي مين بيغير في البنزينة. اول حاجة احنا طول ما احنا في فترة الضمان ملتزمين ان احنا بنغير مع التوكيل بتاع العربية. لابلاش ده حال. لا بفلوس مش ببلاش. بس ملتزمين ان احنا بنغير بنعمل الصيانة بتاعتنا كلها مع التوكيل. بعد فترة الضمان فيه ناس بتختار ان هي تكمل مع التوكيل. بتتغاضع عن التكلفة الكبيرة وتقول انا هكمل. اهم حاجة عندي السيفتي. وفيه ناس بتتجه الى مراكز معتمدة. ومراكز ثانية برة بتبقى متخصصة في البرند ده. وبيبقوا عارفين شغلهم كالذي. وسعرهم بيبقى اقل طبعا. طبعا اقل بكتير. بس بيبقوا فاهمين شغلهم. فانت ما تخليش حد يميد يده في عربيتك غير متخصص في البرند ده. طب والناس اللي بكونوا في البنزينة يبقى ما بيكونوش متخصصين يعني. مثلا هو وديته عربيت يتغير زيت وحط مية. والحاجات اللي هي المفروض سهلة وطبيعية كده. دي مش المفروض اعملها؟ لا. تغير زيت وتحط مية دي حاجات جنرال اي حد بيبقى عرفة. بس طبعا العربية الجديدة دلوقتي كل عربية ليها مواصفة زيت معينة. فلو افترضنا ان اللي في البنزينة ده حط مواصفة زيت غير مواصفة بتاعة عربيتك. العربية كل سنوات الطيبة. يعني انا زي ما بقولك الأفضل. بجد كده على طول في السريع كده. طبعا. في السريع على طول موتور كده على طول بقى شوفي بقى موتور عربيتك بكام ويتغير. بس دي غلطة احنا كلنا بنعملها بصراحة. يعني ساعات كتير الواحد يقول لك لاني ساعات حجز التوكيل وبياخدوا مني اركم كتيرة جدا عشان العربية. فانا ها وديها البنزينة تكون اخص واسرع. يعني كلنا بنعمل كده بصراحة. فيه بنزينات عارفة كل عربية بيتحطيلها ايه وكده. انا مش بقول البنزينات. مثل البنزينات دي كلمة جنرال اوي. تمام. فيه ناس متخصصة وعارفة الموتور ده بتحطيله ايه. وموتور ده بتحطيله مواصفة ايه. لان موضوع الزيت ده موضوع خطير جدا يعني. يعني لو مثلا انا الزيت مثلا تلت تلاف. وحد بحطيلي خمس تلاف. كده حاجة ببوس. هو المواصفة بقى ما بقتش بسهولة بتاعته التلت تلاف وخمس تلاف وعشر تلاف. أمال. المواصفة بتاعت الزيت التلت تلاف ده ايه. ومواصفة بتاعت الزيت العشر تلاف ده ايه. يعني موضوع ما لوش علاقة بعدد الكليوات. بس اللزوجة بتاعت الزيت. زيت تخليقي يعني الموضوع بقى اكبر بكتير قوي. طبعا. كل عربية نازل ليها مواصفة زيت معينة. هي دي اللي الموتور بيشتغل فيها احسن حاجة. هنغير المواصفة دي أو هنقلف بقى من دماغنا هو ده بقى اللي بيعمل المشاكل الكبيرة اللي احنا بنواجهها طب إيه اللي بيخلي استهلاك البنزين عالي في العربية بصي أول حاجة لو احنا ما عملناش رسيانة دورية ده بيزود استهلاك البنزين بعض الحاجات أنها تقعد أكتر من عمرها في العربية ده بيزود استهلاك البنزين ظروف السواء نفسها يعني ممكن أنها تتحكم في البنزين يعني طبيعة السواء العنيفة شوية بتستهلك بنزين أكتر لو سواء بسلوبها ده شوية بيبقى بنزين أقل يعني الموضوع ليه عامل كتير جدا عايزة أقولك ممكن سنسور واحد لو بيز في العربية يزود استهلاك البنزين ومن غير ما أنتي تبقى حاسة بالموضوع فيعني اللي عملية موضوع استهلاك البنزين ده موضوع كبير وليه أسباب كتير جدا طول ما العربية معمول الصيانات بتاعتها وكل حاجة فيها سليمة استهلاك البنزين بتاعتها يبقى بقى بيز يعني هم بيقولنا انه وبشتيرة عربية تعط Beispiel تسهل بنزين وكذا؟ بالزبط المصنع يحضغ العربية ليستöh Hayır يحضر اليه ن discord ان هذا العربية ليسلي بنزين أقل من كذا فانت سابق ذلك تسهل عربية من توكيل ويتحدد الزيت أيضا يحدد الزيت بالزبط انتอะไร تسهل عربية من توكيل التوكيل سيطر أيضا إيضا لك اضع زيت وسيطر인� كذا لذلك لو انتي، اضحبت بنزير مضيزين أقل من البنزين اللي هم يبصروا في التوكيل وروحت لهم بالعربية في التوكيل فيها مصيبة زرق يقول لك احنا ما لنجدع احنا وصينا احنا بنحط بنزين 95 انتي حدثت 92 حصل مشكلة دي مش مشكلتنا احنا بقى يعني مش انا اللي وصي التوكيل بتاع العربية هو اللي وصي اللي يتحطي لما بنيجي نشتري عربية وانا لسه مثلا ايه مبتدئة سوية المفروض اتعلم على عربية زيما الاول مثلا ومانيور زي ما بيقولوا لازم تبتزي الاول بالمانيور اللي بعدين تبتزي بالاوتوماتيك وابعرفة كله ولا لا والله بصي يعني ما بقاش زي زمان ان انت لازم ان انت تتعلم على العربية مانيور عشان تبقى انت بقى خلاص تحترف السواء وبعد كده تشتري عربية اوتوماتيك او كده بس يعني بايولوجيك كده ان احنا لما نجي نتعلم على العربية نجيب عربية رخيصة شوية بحيث ان الموضوع ما يبقاش عشان تبهدل كده من يبقاش مقمورين من جوين ايوا بالزبط خصوصا طبعا ان مصاريف قطع الغيار ومصاريف في السيانة بتاعتي العربية بقيت كبيرة ما بقيتش زي زمان فاحنا بنتعلم لسه وبنتضرب فخلينا في الحنين كده انما موضوع المانيور ده لأ مش لازم طبعا ليسوق مانيورين طب انت بقى يا باسم بتوضي عربيتك السيانة او بتصلحها لنفسك اخو بصي انا دلوقتي حاليا انا مش شغال مهندس سيانة فانا لما باجي اصلح عربيتي طبعا بودع لأي حد من اصحاب المانتسين السيانة بيصلح حالي ببلاش اكيد يبا اختك فالدنيا طبعا معي بس انا زي ما بقولك يعني حتى انا عربيتي انا ما بخليش حد يمدي قدو فيها غير متخصص في الجزئية دي طبعا يعني ساعات حد بيبقى متخصص في الماكنة بس حد بيبقى متخصص في برماجة العربية بس كلما روحتي لحد متخصص اكتر كلما العربية بعتمام لان طبعا ناس انتي عارفة فيه ناس كتير بتحب تقلف وتحب تجود فده طبعا بيعمل مشاكل كبيرة طيب باسم تنصح بايه كل المشاهدين اللي عايزين يعملوا كارير شفت بصي هو يعني اول حاجة الموضوع من اول الاخر وبيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى طمام تاني حاجة انصح دي يعني كبير اقوى علي انصح دي فخليها تقول يعني مثلا خلينا نقول انا تعلمت ايه من خلال الكارير شفت اللي انا عملت اول حاجة هو مفيش سعي بيضيع يعني انا سعيت مثلا مدة اربع سنين في المجال اللي هو كان مثلا مجال الهندسة انا متأكد ان نتيجة سعي ده ربنا ادهولي في المجال اللي انا شغال فيه دي الوقت مش معنى ان انت بتسعب حاجة وان انت قررت ان انت تغير الحاجة دي الحاجة تانية ان ربنا ضيع عليك نتيجة سعيك في الموضوع الاولاني ده فانت اسعى وسبعة على ربنا ربنا ما بيضيعش تتعب حاجة دي اول حاجة تاني حاجة في حكمة كده أنا كنت سمعتها معرفش هولا صحة ولا غلط اللي هو لا تختبر عنق النهر بكلتا قدميك يعني ايه؟ تحط رجل واحدة الأول تشوف بالزبط تجرب بعدين بلكة بننزل بالتانية بالزبط يعني لما تيجي أنت عايز تجرب مثلاً أنت مهندس عايز تجرب مجال البرمجة اتعلم الأول البرمجة وانت شغال احضر إفنتات اشتغل فريلانسر جرب الدنيا الأول هل الدنيا ماشي أو لا؟ وهل انت هتحب الموضوع ده أو لا؟ وبعد كده جرب إنما ترمي نفسك في البحر زيانا أنا عملت الموضوع كان قاسي شوية انت بتقول له ما يعملوش اللي انت عملت اه اه انا يعني دي كانت غلطة من الحاجات اللي أنا عملتها وتعلمت منها كتير جداً انت لما تيجي تجرب حاجة تانية جرب الأول برجل واحدة وبعد كده نط برجلك الاتنية اه يعني لأن خصوصاً لو في التزامات يعني لو ما ورقش أقل التزامات بقى عادي انت برحتك انت شايل مسؤولية نفسك مش بس كده كمان طبعاً المساعدة اللي انت أخدتها من مراتك وأهلك يعني دي برضو مهمة جداً لما حد يكون فعلاً عايز يعمل كارير شفته هيغير مستقبله تماماً أو شغله أو دراسته أو أي حاجة ساعات المساعدة اللي بتيجي من الأهل أو من الزوجة أو من الزوج طبعاً بيكون مهمة جداً وبتزوئك لقدامه طبعاً طبعاً يعني الدعم من كل الناس خصوصاً الأهل الوالد أو الوالد أنا لولا دعم والدي والدتي أنا طبعاً ما كانش زماني موجود هنا ربنا يخلي عمرك بس ولولا استحمال مراتي أنا أنا في موقف جاف دماغي كده وأنا جاي في الطريق كان في مرة عندي كورس تمام وكنت كان لسه كنا مخالفين عمر كان عنده أقل من سنة فهو كورس ده مفروض ساعة تمام وفي الأول بقى وأنا عايز أتعلم كل تفصيلة بقى أنا مش عايز أفوت فتفوتة في المنهج أنا عايز كل حاجاته بقى تمام فالمفروض الكورس ده ساعة والكورس ده كان في مكان بعيد عن البيت عندنا فقلت له خلاص بوسي تعالي أنت عادي السنيني في العربية هي ساعة واحدة بس وهننزل ونخلص بقى بقية المشاوير اللي احنا عايزين نعملها في الحدة فهو الكورس ما كانش ساعة والكورس قادر سبع ساعات فأنا ما عليك بالزبط هو اللي حصل أنا كنت في مكان موبايل مفهوش شبكة مش عارفة تواصل معها خالص وفي نفس الوقت مش قادر أننا أسيب المحاضرة اللي أنا فيها دي عشان هي كانت مهمة جدا وأنا فعلا عايز أفهم الجزئية دي وعايز أفهمها بكل تفصيلة فيه فهي طبعا أنا لما نزلت أنا يعني عارفت مينا عملت فيك إيه هي فاكرا أنا اتخطفت أصلا حرام تحولت كلمهم شرفت وصلك وهي كانت هي وعمر بقى في العربية لوحدهم وما كانتش بتعرف تسوق ساعاتها فما كانتش عارفة حتى تتحرك فيعني الحمد لله ربنا يخليهم لك كلهم ربنا يخليك ربنا ومارسي جدا على وجودك معي النهاردة أنا مبسوط أن أنا معيك جدا النهاردة وإن شاء الله كلهم يتفرغوا يكونوا كمان يستفادوا معلش الأسئلة كانت بداية شوية بالنسبة لي أنا لا 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 مش بداية ولا حاجة مش بداية بصي يعني أي معلومة صغيرة هي فعلا بتفيد حد وده اللي أنا بحاول أعمله في الفيديوهات إن مهما كانت المعلومة بسيطة إحنا نقولها بسلوب بسيط في حد بيستفيد منها أكيد طبعا إنما هنطلع نكلم الخبراء تم الخبراء عارفين أصلا الموضوع يعني مرسي يا باسم جدا على وجودك مع النهاردة شكرا متشاكر جدا لك وبكده أكون خلصت حلقتنا أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله باي باي